على المؤمن اللي يتهم نفسه اتهام خبيث ربنا ما يحبكش كده يعني ربنا يريدك انك انت تبرق زمتك تجاه ربك فخلقلك الشيطان تقول يا رب الشيطان هو السبب لكن انا بحبك عشان ايه تضيعك يعني جعللك الشيطان ده هو منديل الكلينكس اللي تنف فيه زنوبك فهمت وترمي فهمت لكن ما تقولش أنا زن أزنبت اللي ما تقولش كده تقول يا رب الشيطان وأنا ضعيف سولة ليه وسولت ليه نفسي وانت غفور رحيم أنا بحبك اللي امتدهم الطاعة مني فعلا جزما فقدامت محبتا وعزما يقوم ربنا يحبك كده اوعى تتهم نفسك فالحبيب ما يحبش أمته تتهم نفسك حتى شوف النبي يجيله السارق اللي سارق عشان يحقق معا يقوم النبي يقول له ايه سارقت قل لا يعني يغششوا الإجابة يقول له سارقت قل لا عشان يقول له لأ يبقى ايه تبقى دي قاريرة شبهة تدرق عنه الحد فهمت لما يقول لأ قد ايه النبي حريص على ان الانسان ما ايه ما يلوث نفسه ويتهم نفسه بالايه بهذه الصفات الخبيثة فهمت حتى هو فعز ايه الحساب يوم القيامة يقول للانسان ايه ما غرك بربك الكريم بيلقنك الإجابة عشان تقول كرمك لما تقول كرمك يقول لك انا عندي ظن عبدي خلاص مش هعزبك زي ما النبي بيلقن السارق يقول له قل لا شفت النبي فهم الكرآن زي بقى حياة عنده زي ما ربنا بيلقنك الإجابة اللي اتبرأك يوم الحساب يقول لك ما غرك بربك الكريم عارف لو ربنا يريد عقبتك يقول لك ما غرك بربك شديد عقاب صح لأ قال لك الكريم عشان بيقول لك قول كرمك فهم يعني بيغششك الإجابة اللي بيها كانت الإجابة مش نبع منك ده وغشش هاد فلو قلتها هيقبالها منك شفت قدية ربنا رحيم بينا فهم عشان كده الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل كده قال ايه لا يقول أحدكم نسيت آية كذا ولكن قل نسيت لأن ما تقول نسيت نسبت لنفسك الإهمال تبقى أنت مهمل ربك مش عايز تقول له يا رب أنا مهمل قل له أنا نسيتها يا ربي بس بسبب المشاغل شوف النبي قد إيه عنده حساسية لأمته بيلقنها إزاي تبرق زمتها أمام مولاه فهمت سيدنا يوسف ما اتهمش إخواته مع أن عمله فيه اللي ما يعمل فيقول إيه من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ما قالش من بعد ما أجرم إخوتي في حق ما نسبش الجرم لإخواته قال إيه من بعد ما نزغ الشيطان وبيني وبين إخوتي شوف لتمس لهم العزر فهمت بقى فتعود كده إنك أنت تلتمس لنفسك العزر أمام مولاك وتلتمس لغيرك العزر أمامك فلا تسيء الظن بمسلم فهمت طول ما أنت بأزيز سورة بتلتمس لنفسك العزر أمام مولاك وبتلتمس العزر للمسلمين فلا تسيء الظن بهم طول ما أنت في الأمان حتى ولو مقصر في بعض الأعمال فهمت بقى ما شكده الحبيب يعلمنا من خلال الحديث كيف نتعامل مع مولانا فهمت فهنا بيقول إيه في الحديث ده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ما تقولش كده فهمت ما تقولش أنا نفسي بقت خبيثة إيه بقول أنت شطان أنت بني آدم ده أنت بوك نبي لما ربنا يقول يا بني آدم يعني يا أولاد النبي يعني كأنه بيستحسنا نبقى على الحالة عالية وهو بينادينا بيستحسنا من خلال نداء يا بني آدم وآدم ده مين؟ ده نبي خلقته بيديه نفقته فيه من روحي أسجدت له ملائكتي علمته الأسماء كلها ده بوكه إزاي تعمله كده في الغفلة دي فهمت؟ فعلشان كده ربك سبحانه وتعالى بينادينا بما يشرفنا فلما ربك بيناديك وانت بما يشرفك حتى في عز المعصية اللي أصرفوا على أنفسهم ينادينا ويقول إيه؟ قل يا عبادي يالذين أصرفوا على أنفسهم ما قالش قل يا مجرمين يالذين أصرفتم على أنفسكم تعالوا استغفروه ما قالش كده قال يا عبادي نسبهم لنفسهم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوبها جميعا أوعتيس فيهم؟ اليأس ديه صفة إبليس والأمل صفة الأنبياء يعني المذهب المحمدي والنبوي هو الأمل في الله وحسن الظن في الله والمذهب الإبليسي اليأس وسوء الظن في ده فأنت عايز تختار بقى مذهب أبليس ولا مذهب حبيبك فهمت؟ فعنشك كده يازم تحسن الظن بالله على طول ما تقولش خبسة نفسي لأن الخبيس ده هو الشيطان والنبس والمسلم لا ينجز حيا ولا ميت طاهر إيمانه طهر فإيه وعا تقول خبسة نفسي شوف النبي قديه حبيس على أمته لأنه منسوبة لي هو بونا شو بيقول لأنا منكم منذنة الولد الولدي فمش عايزك تقابل ربك ولا حتى تقول كلمة يسجلها عليك الملكين فيها تهمة ليك فهمت؟ حتى لما تحس أنك أنت حسس أنك بعيد عن ربك وأنك أنت غفلت عنه وأنك أنت لوست نفسك ببعض المعاصي حتى وانت في عز الحكاية دي إيه وعا تقول أنا ملوث لا إيه وعا تقول ده أنت هنا ربنا بيناليك بيقول يا عبادي والله لو أهل المعاصي حسوا المعنى العبادي دي وينسبهم ليه؟ يعني خلي ياء المتكلم شوف عبادي الياء دي الله جعلها إيه؟ جعلها متصلة ضمير متصل بالعبد عشان يقولك أنا ما فارقتكش أبنا اللحظة حتى اللغة لما تفهم اللغة تحس بالمعنى ما قالش يا عباد يا أيها العبيد العصاة من المؤمنين ما قالش كده قال يا عبادي ضمير متصل متصل بمين؟ برب العالمين يبقى إيه لما يصلك برب العالمين في عز مع صيتك وما لو أنت في الطاعة تبقى إيه؟ فهمت؟ وبالتالي إيه وعا تتهم نفسك لكن إيه؟ تلتمس لنفسك العزرة أمام مولاك تقول يا رب زي ما علمنا كده سيد ابن عطاء الله في الحكم يقول إيه؟ إن لم تدون الطاعة مني فعلا جزما فقدامك محبة وعزما فهمت؟ قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي بيختالك بقى كلمة تانية تكون ما فيهاش فيها معنى الخبس والقزارة والتلويس والنجاسة مش عايز كلمة دي فاختار لك كلمة تانية لقست نفسي يعني إيه لقست؟ يعني كلت وضعفت وغثت أصل القلس عارف أصل القلس؟ أما يجي للغسيان كده قبل لقيء تقوم تحس أن فيه حاجة تلعت كده في حلقك تقرفك زيادة تقوم تعمل أععي في الآخر اسمه القلس باخر بالك يبقى إيه؟ غست نفسي يعني أنا يا ربي لما غفلت عنك نفسي ما ماعت علي ومش عارف أعيش يا ربي توب علي عشان يجعل التوازن بتاعتين شفت بقى؟ يعني كأنك أنت بتشتكر ربك أنك أنت لما غفلت عنه عيت وبقيت مريض ومش مستحمل نفسك فهمت؟ لقست نفسي يعني كلت وغفت وضعفت وكسلت فهمت؟ كل ده بيبعلمك الحبيب أنك أنت ما تتهمش نفسك بلفز خبيث واحد لسه بيقول لي إيه؟ ادعي لي ربنا ينجيني من الشرك وهو بيصلي في الجامع شرك إيه يا ابني؟ ده تمؤمن يا ابني واخد ذلك يبقى إيه؟ لازم تقول لا ما عندناش إحنا شرك مش شركه أخافه عليكم الحبيب أليه لنا كي أنا مش خايف عليكم الشرك أنا خايف عليكم الدنيا تدخل قلبكو تلهيكم وتخليكم وتتنفسوا مع بعض والأخ يقتل أخوه عشان الورث وعشان شوية مال وعشان كلام فهي هو النبي خايف منتي تفهم؟ لكن مش خايف الشرك على أمته اللي ده حلوة الإيمان وعرف معنى قلوه والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لو كفوا أحد يستحيل يشرب بعد كده فقد إيه بقى الوهابية اللي اتهموا الأمة بالشركة عشان بيزوروا الأولية قد إيه ما عرفوش قدر هذه الأمة وقد إيه ساءوا الظن بهذه الأمة المكرمة وقد إيه دي معصية كبيرة حيقابلوا بيهم ربهم بسوق ظنهم في أمة مكرمة منسوبة لنبي مكرم ديمت بقى فناخد بالنبي حاجم دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة